اه في عندنا نوع من انواع الهيمونيتك انيميا اسمه دراج انديوزد هيمونيتك انيميا يعني بتكسر بسبب استعمال دوة معايد طبعا النوع ده يتميز انه هو تختفي الهيمونيتك انيميا بتوقف الدوة اللي عمل المشكلة ده طب الدوة ده ممكن يعمل تكسير باكتر من وسيط يعني زي ما شايفين كده في المثال الاولين اللي مبنون عليه هابت الموديل هابت الموديل ده الدراج اول ويتلاقي الدراج موجود على سطح الاربيسيز تلاقي انتي بودي على طول يتكون اجينز ازا دراج الانتي بودي اجينز ازا دراج ده يبتدي ينبه كومبليميت وكمبليميت يعمل تكسير للاربيسيز او ينبه الماكروفاش والماكروفاش تاكل الاربيسيز ويحصل هيموريس الميكانيزم التاني او الالية التانية هي إيميون كومبليكس فورميشن يعني الدراج وفيه أنتيبودي لو ما شايفين كده الأنتيبودي أجنس الدراج وفيه كاريير بروتين شايل وكاريير بروتين ده فيه جزء منه اسمه C3P الأربيسيز عندها ريسبتور للC3P اللي يحصل يتنبه برضو أول ما يشوف التركيبة دي على الأربيسيز حيتنبه ويكسر الأربيسيز المثال التالي بنوع عليه أوتوميون يعني الأنتيبودي على طول يجي على الأربيسيز ويكسر اللي هو فيحصل بالفاجوسيتوسيز تكسير برضو بعض الأدوية زي ده والضغط المشهور جدا لسمه ألفا مسايل دوبا أو ألدوميت اسم التجالي بتاعه بيعملنا التأثير ده بيخلي الأنتيبوديس تعمل أوتوميون هيموليتك أنيميا للريب بلد سيلز ترجمة نانسي قنقر